موسيقى سبح الخير اهنا وسهلا بيكو في حلقة جزيلا بنامك تفضل عندنا ان شاء الله انها دعمين وصفات جميلة جدا جدا وهتعجبكم كلها وصفات فطار سهلة وبسيطة في نفس الوقت تعموها حلو جدا قبل ما نبدأتي حلقة النهاردة عايزة اقول لكم فيه مفاجأة حلوة جدا ان شاء الله يوم الجمعة جاية استنوني انا وكل شفات صفرة في كالبايت السنة دي هنبع عندنا مسابقات وهدايا كتيرة جدا بس السنة دي هيبقى مختلف شوية هيبقى في العالمين الجديدة ان شاء الله هيبقى مهرجان اكل وطبخ حلو جدا جدا وحنتبسط في كلنا السنة دي المهرجان في العالمين الجديدة على البحر مختلف ومميز وان شاء الله نتبسط بوجودكو تتبسطوا كمان بالمسابقات والهدايا اللي حنقدمها منتظرينكم كلكو انا وكل شفات صفرة ان شاء الله يوم جمعة جاية يوم 16 اغسطس نبدأ بقى حلقتنا النهاردة اللي هتبقى حلقة كمان مزيزة جدا وفيها وصفات حلوة او يعملينه النهاردة وصفة بالبريوش او بالطوست التركي البريوش اللي هو بيبقى بالشكل ده عايزة اقول لكم بيبقى طاري وحلوة او بيتعامل باللبن النوع ده من انواع العيش بيتعامل باللبن والزبدة فبيبقى طاري جدا بسو عامل ازاي او عامل زي الكيكة كده هنقدم النهاردة او هنحشي مكعبات من الفراخ صدور الفراخ طبعا بتبقى احلى واطعم كمان بصل احمر مفروم جبنا شادر زبدة بوهرات بقدونس فلفل الوان مفروم جبنا سلايز لو انتو متوفرة مش متوفرة ممكن تستخدموا اي نوع من شراح الجبنة جودة فلمانك شادر وكمان كريم الطبخ نقول تاني المقادير عندنا النهاردة خبز بريوش اللي هو التوست التركي عبارعا زبدة جبنا شادر بصل احمر مفروم وكمان صدور من الفراخ المكعبات الصغيرة معانا كمان بوهرات ملح وفلفل وممكن السبع بوهرات ممكن شوية جسط تسيب فلفل الوان مفروم بقدونس كريمة وكمان جبنا سلايز نبدأ الوصفة دلوقتي هنحط اول حاجة الزبدة ما الوصفات الجميلة جدا للفطار وطبعا انا اخترت الفراخ هنا ممكن انتو تختاروا اي نوع بروتين انتو عايزينه بس هيب الفراخ تعمة جدا وخفيفة على فكرة يعني ممكن الفراخ هنا متقطعها مكعبات كبيرة شوية ممكن لما تطلع ايه قطحها اصغر السنادي المهرجان في مكان مميز جدا مهرجان كايوبايت السنادي عاملينه بطريقة مختلفة وحلوة كفية ان احنا عاملينه مسابقات على البحر كفية ان احنا هندوق الاكل بتاعنا على البحر هتشوفوني انا وكل شفاة صفر والسنادي مستاشر اغسس ودي حاجة حلوة جدا وحيبقى المهرجان كبير ومميز وكمان هيبقى فيه مسابقات حلوة قوي والهدايا كمان هتبقى مميزة فانا بصراحة مبسوطة قوي ان السنادي ان احنا هنشوفكم في مكان جديد ومختلف كفية ان احنا كده هنقض على البحر مع بعض بصول الفراخ اهي كده بتدوت ايه تبياض احط البهارات احط الملح والفلفل الاسود ممكن نكتفي بمكعب ملقة لو عايزين بدل ما ايه لو ما فيش بهارات يعني ملح وفلفل اسود هقلب كده كويس قوي واحط البصل البصل كمان بيطريها وبيديها طعم حلو قوي لو قدرت كده اصغرها بالمقص كمان بيطريها كمان بيطريها كمان بيطريها نقلب كده كويس قوي نقلب كده كويس قوي بصول الفراخ مع البصل والبهارات بتخليها طرية جدا هحط لها معلقة تخلى صغيرة قوي بتدوب المسام خالص بقى بتاعت الفراخ وزي ما قلت لو لقيت حتة اكبر هبقى ايه اقطعها طيب اعبال بقى ما دي تخلص هقطعها عليش اول حاجة هجيب باوريكس كده عشان هيتحط في الفرن اول مايكروييف يعني لو في مايكروييف ممكن نستغنى عن الفرن وحاجيب البريوش وقطعه كده نصين اتفاقو بشكل متابع بشكل متابع وطلق 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 حيث اول ما احس انها استوت هحط لها الجبنة نقلب كويس قوي واسيب الفلفل برضو ايه يدوب جوه ممكن نعملها بهوت دوغ لو ما عندكوش فراخ ممكن لو بوائي لحمة مفرومة مش هتقول حاجة عشان عايز اقطع الفراخ اصغر من كده من هنا هعم ها هم معينا لارا هلو ايه لارا ازاك يا حبيبتي كويب الحمدلله عامل ايه تمام؟ كويس الحمد لله الحمد لله يا رب دايما اتفضلي انا سمعيك ايه عايبة طريقة الدوناتس الدوناتس حاضر مش جاية العلمانيوم الجمعة جاية ان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله يا حبيبتي حاضر هقولك طريقة الدوناتس طيب اهو ممكن اسيبها شوية كمان فممكن نطلع فاصل تكون الفراخ استوت اكتر بصراحة هقطعها اصغر من كده هقعدة تسلى عليها كده شوية عشان نرجع نحشيها في البريوش ونكمل وصفاتنا من الارضة عاملين كراب حلوة قوي بالخضار اه ان شاء الله يجبكم ماشي؟ نطلع فاصل مرجعتين خليكم معين رجعنا داني بعد الفاصل بصوا بقى مكعبات الفراخ بالفلفل الالوان والبصل بقت خطيرة ازاي هحط عليها الكريمة واسيبها لحد ما ايه بتتقل كده جواها ويبقى لصاص اصلا هي راحتها تحفا شموا ريحة كده لما تيجوا تعملها تتبستوا بيه قوي اهو تتسببك بس كده شوية قوي سوس يتقل احط عليها الجبنة على طول طيب هنعمل ايه النهاردة بقى هنعمل النهاردة كريب بس بالخضار طعمه طحفا وحيعملوا زي ساندوتش كده حلو قوي تعالوا مع بعض نشوف هنحتاج ايه للوصفة دي هنحتاج جزر مبشور جبنة موزارلة وزعتر كوسة كمان مبشورة اه الكوسة كوسة واحدة وجزرية واحدة عليهم بيتين خلاص فدول جزرتين وكستين عشان كده عليهم اربع بضات ملح وفلفل اسود زعتر جاف معلقة كبيرة من زبدة من زبادي اليوناني وكمان هنقدم معها كرين شيز وجرجير وطبعا ملح وفلفل خلاص اول حاجة هنكسر البيت ونحط عليه الزعتر والملح والفلفل كده هزا اقولوكم ان المهرجان السنة دي بايتس بايدسي اللي هو تبع كايرو بايتس اصلا هيبقى اكبر مهرجان في العالمين الجديدة ان شاء الله هنتبسط جدا المسابقات والهدايا هيبقوا مميزين هبقى انا وكل شفات صفرة ان شاء الله يوم 16 اغسطس عمال اقولوك هو 16 اغسطس عشان تبتكروا ان هو ان شاء الله يوم الجمعة الجاية هنحط بس ايه معلقة لمون سغنانة او خل يعني انا برتاح كده اكتب ملح فلفل اسود زعتر طبعا الوصفة دي البروتين بتاعها عالي جدا وكمان حلوة للناس اللي مش عايزة تاكل عيش عشان هنعملها زي الساندويتش زبادي اليوناني بتاكل قوي ايوا كده جامد كده قوي هجيب بقى صانية وعاليها تحتها ورقة سيليكون يفضل سيليكون مفيش ورقة زبدة بس يبقى ورقة الزبدة الي هنستخدمها يبقى كويس جدا فعشان كده انا هنا استخدمت سيليكون لسيليكون انا عارفة ان هو مش حيبوزلي الوصفة خالص جاليت نجيبه عشان بنحتاجه في حاجات كتير قوي كوسة والجزر الجبنة طبعا مهمة جدا بتمسك الوصفة كلها بصوح هقلب كده كويس قوي قوي احط الجبنة وبعدين بفرد كل ده على السلك واحطه في الفرن لمدة لا تقل عن عشر دقايق من عشر دقايق لربع ساعة بس لا تقل عن عشر دقايق يباني انا حطيت ايه حطيت اربع بدات حطيت كستين حطيت جزرتين مبشورين حطيت جبنة موزاريلا والبيت تببته بملح وفلفل وزعتر ومعلاقة لمون صغيرة او خل خلاص ده بالنسبة للمقادير ممكن نستخدمها ببتين بس بكوسة وجزرية الاول حتى لو اصطنية اصغر من كده شوي معانا مدام وفاق صباح الخير يا غدا صباح الفل زي حضرتك امر يا غدا امر حبيبتي تسلميلي يا رب والله اعطي يا غدا والنبت قولي الكشك بتعمل ازاي الكشك حاضر ده انا بموت في الكشك قطر خير حاضر حاضر يا حبيبتي حالا هقولك انا بحب الكشك بشكل وقالي كتير فعلا ولا عملته ولا اكلته طيب الكشك عشان يبقى مظبوط اولا بتعملش بلبن خالص مبدئيا الكشك بيتعمل بمرأة الفراخ بيبقى طعم قوي بمرأة الفراخ يعني انا مش بحبه بمرأة اللحمة فهنستخدم مرأة فراخ او مكعبات مرأة كل ثلاث معالق دقيق عليهم كباية صغيرة من المرأة احنا هنعمل ايه اولا هن هنلغبط الديق مع الزبادي شوية عشان يخمر وحط عليه الملح والفلفل الاسود في الزبادي لمدة مثلا ربع ساعة الديق مع الزبادي خلاص وبعد كده اكون محضر المرأة على النار وحط فيها سمنة بلدي وحط معايها مقدار الزبادي وافضل يقلبه كويس جدا لحد ما يبقى كريمي خالص في الوقت ده بكون بحمر بصل على النار وطبعا بحمره برضو احلى بسمنة بلدي وانا بحمره لما ييكي خلاص قبل ما يستوي او قبل ما يتقرمش قوي بخمس دايق بشيل نص الكمية وحطها جوه الكشك واسيب الكميات التانية تتحمر اكتر منها شوية ممكن بقى احشي صدور فراخ بيبقى لطيف قوي صدور فراخ كده مسلوقة احطه جوه الكشك واقدمه واحط عليه الطاشة بتاعت البصل ومرة كمان عملتوا لكم بالنعناعة النعناعة كمان جميلة جدا خلاص دي بقى اه بصوا احنا هنا لما بنيجي نعملها نحاول على قد ما نقدر ما يبقاش فيها سوايل خالص بشاشة بقى بمنديل اه وطبعا منديل المطبخ عشان بتبقى اه متخصصة في الاكل يعني كده حاجة بسيطة قوي بس كده ودخلها بقى ايه الفرد ممكن واحنا بدل ما تعملوا حركة دي تصفوها كويس قوي بشاشة ونستخدم السوايل نحطها كده يحدبقى بيضة كده صغيرة في الفرد او على البتاجاز طيب بدخلها كده بقى الله الله على الفراخ نبتدي بقى نحط كده الفراخ او الاول اللي جيبنا الوصفة دي من الوصفات الولاد الصغيرين حيجننوا عليها من جمالها وطعمها الخطير ماشي؟ ان شاء الله كده بقولكو التكرار يعلم ايه الشطار عشان ايه نفتكر مع بعض والله مبسوط قوي ان انا بشوف الناس فعلا بنتبسط قوي لما اليوم ده بنستنى من السنة للسنة بنتبسط قوي لما بنشوف الناس اللي بيعودوا يكلمونا في التليفون على فكرة كتير جدا وكمان في ناس بتبقى مش عاربة توصل لنا وبتروح مخصوص عشان تشوفنا لايف ونتصور فبيبقى اليوم لطيف جدا ان احنا بنشوف بقى رد فعلكو دايريكت يعني بيبقى فيك اي كونتكت كده ان احنا بنشوف بعض وبنحضن بعض وبنسلم على بعض وبنتصور فبيبقى يوم حلو قوي احنا نفسنا بنستنى من السنة للسنة مش انتو بس وبيبقى يوم حلو كده احتفال بالاكل ان احنا بنعمل وصفات اكل مختلفة وجديدة وحندوقكو كمان حاجات السنة دي مختلفة عن كل سنة وحيبقى المراضي المهرجان في العالمين الجديدة ودي حاجة حلوة جدا وحدث مهم قوي قوي ان احنا لازم نحتفل به فان شاء الله كده نتبسط السنة دي في بايت بايد السي في مهرجان كايرو بايت بتاع كل سنة السنة دي حيبقى في العالمين الجديدة ان شاء الله كده يبقى يوم جميل جدا في مسابقات في هدايا هتشوفونا هنتصور مع بعض وحيبقى يوم خفيف وحلو وممكن كمان نلعب كمان شوالي طيب بصوا بقى الفراغ بالبصل والفلفل الريحة تحفة 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 طبعا هو كل حاجة مستوية هو بس هاي ايه كده هذا الجبنة كده اتسيح عليه طيب ماشي نحط له زبدة وكسبرة احلى اوكي ماشي ماشي بص هو لأ ليه اللي هيبقى زبدة والكسبرة احلى قلت لها خلاص ماشي احنا عايزين نشوف نعمل ايه بقى بالفراغ دي مبارح عملنا شربة البطاطس بالبروكري عايز اقولكو انا فطرت بيها يعني حلوة جدا جدا بالاش نقول الاسر او ماشي طيب هنحط بقى ايه الزبدة والكسبرة الخضرة هي بصراحة بتديها منظر حلوة اي فعلا وبتتحمر كده وبتبقى حلوة حلوة قوي دي ايه الرب تستوي طيب بصوا بقى انا جايبة هنحشي الكريب بتاعنا الكريب الخضار بكريم تشيز وجرجير ممكن جبنا فتة ممكن جبنا بيضة حدقة اللي هي مثلا اسطنبولي او براميلي اللي انتو عايزينو ممكن كمان جبنا ساور كريم مش عازم جبنا يعني دي حاجة بقى اختيارية بتاعت كنتو ممكن جبنا مطبوخة الجرجير بيدي طعم حلوة قوي نشيل بس اللي عيدان دي بقى انا كتير ما عملنا شرب الجرجير برضو مفيدة كمان حتى في الصيف شتوي وجميلة او بقى مش عارف انا من الناس اللي يحب الشربة الصيف شتة يعني ممكن عيش على الشربة عمل لكم النهاردة كمان واصفة بالبيبروني حلوة قوي سناكس كده لذيز نحط عليها معلقة زيت زيتون مع الزبدة يلا كده ايه خلصت ندهنها بقى كده كويس قوي عايز اقول لكم هحطها وادهنها تاني قوي ما تطلع بصو ندهن كده كل العيش ايه الله 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 الريحة فازيعة فازيعة بكت هاسيب شوية اول ما تطلع وهي سخنة كده ادهنها نشي يلا بينا هندخلها الفرن خمس دقايه بكتر قوي نطلع فاصل بقى بنرجع تاني خليكم معايا ايه انا تاني بعد الفاصل بصو بقى تزيل طبعا الكريب الخضار اللي انا مطلعها بطلعها على اقل ربع ساعة قبل ما اشتغل فيها عشان تبرد والجبنة كمان تتجمد فاعرف ان انا اشكلها براحتي خلاص اللي في الفرن ان شاء الله قبل ما نخلص ممكن تكون ايه بقت جاهزة اللي انا اوريها لكم هجيب الكريم تشيز بقى واي نوع جبنة زي ما قلت الفتة حلوة قوي الكريم تشيز حلوة اي نوع جبنة انتو عايزين هجيبنة المطبوخة يعني كل واحد بقى يستخدم الجبنة اللي هو بيحبها واللي ما بيحبش الجبن ممكن ما يحطش جبنة خالص يشوف بقى يحط ايه يحشي بيها ممكن يحشيها بالبيبروني مثلا والجرجير يعني يلغي فكرة الجبنة خالص من الموضوع اهو وبعدين هحط الجرجير كده الله احبت زاتر هبتدي ان انا بالراحة خالص كده كده ها شايفين وهقسين منصين وحطو كده في طبق التأديم هل هي ممكن احطا؟ ها شايفين شكله حلو ازاي؟ ساندويتش كريب الخضار ده تعمو يجنن تبستو بيه قوي على فكرة لو جربتو طعمو تمام البريوش فضل له بس حاجة بسيطة قوي فكروني بيه طيب دلوقتي هاقولكو على وصفة وصفة البيبروني بصونا حطته كده في الكابكيك وحطتها في الفورن مشي هاوريكو بتتعامل ازاي قبل ما اقولكو ايه الخلطة بقى اللي انا خلطتها بيها هنقدمو كنوع من انواع الايه النقنقة كده بندخل الفورن لحد ما ينشف وممكن الارفراير اهو من غير ولا زبدة ولا زيت ولا اي حاجة اهو بحطه كده وبياخد شكل القالب اللي انا بحطه فيه بضغط عليه كده بالراحة بس عشان ايه وبنحطه اصغر من الففروني عشان يعمل لنا الطبق ده بس وبدأ خلو الفورن بس وبدأ خلو الفورن البريوش البريوش خلص عشان يبقى بيل مع كده وجميل شايفين شكله حلو ازاي طيب سريعا بقى هعمل خلطة الببروني اللي هنحشي بيها الببروني انا ده الخلطة اللي انا هعملاها انتو ممكن تجربوا ايه خلطة تاني جايبة تونة مفتفتة وجايبة كريم تشيز دورة خيار مخلل طبعا مع التونة دايما خيار مخلل بيبقى مع الحاجات دي بيدي طعم لذيذ قوي اهو خيار مخلل نحب الدورة بالمعلقة كده نحب زعتر وفي زتون هنزوق بيه هنحط كل ده في كيس حلواني وان ايه نشوف بس نقصوا ملح لأ تمام اوه ممكن شوية كوزبارة دعمها حلو قوي اجيب كيس حلواني كده حط فيه اهم حاجة بالبلا كبيرة احطي الببروني كده بقى واجيب المقص سايفين الحلاوة لذيذة قوي المعلقة ممكن تلغوص معانا شوية ده اسهل ولو جمدت شوية في التلاجة لو سبتها في التلاجة ساعة كده ممكن تعمل لنا شكل وردة ده ساعة عشان مش جامدة بس كده نجيب الطبق التقديم دي من الحاجات بقى اللذيذة جدا في الصيف والحلوة قوي على الفطار في النقنق احطي كده احطي احطي كده الزتون واحدة واحدة وهحط ايه الدورة برضو من دي لون حلو معانا مادام نادية السلام عليكم عليكم السلام ازاي حضرتك ازاي حضرتك يا احلى وليلي عايز سأليني على ايه بقى اه بعد ازاي حضرتك اللي هو كريب الخضار ممكن بس حضرتك اقوله تاني صح اه عيني حاضر حاضر تسلم ايديك على كل اللي بتقديميه مرسي يا حبيبتي اهم حاجة بس هو احنا بنعمل كريب الخضار قبل ما اقول ما قديره ان احنا نجيب قماشة او نصفيه خالص عشان حتى نستفيد بالبواية دي نحطها كده على النار هتبقى مواقي بيد ما نرميش حاجة انا مرحبش ارمي حاجة يعني خلاص احنا كده خلصنا النقل الحلوة بتاعتنا دي النهاردة البسيطة والسهلة عملنا ازاي كريب الخضار البتين عليهم جزرية مبشورة وكسية مبشورة فنستخدم بيتين الاول بيتين جزرية مبشورة وكسية مبشورة هنتبل البيت بالملح والفلفل والزعتر مع معلقة خالة صغيرة او لمون وبعد كده نعجلهم كويس اوي مع بعض مع الجزر والكوسة واحط عليهم الجبنة الموزاريلا افردهم كده على السيليكون في الفرن واسيبها لحد لمدة ربع ساعة انا بقول هي خلصت الربع ساعة بتاعتها اه خلصت اه هعمل ايه هاسيبها تبرد خالص لازم على اقل اسيبها عشر دقيق في الهواء او ربع ساعة ليه عشان لما تبرد هتبقى سهلة ان احنا نطلحها لان الجبنة هتنشف فبصوا دي خطيرة الريحة تحفة انا عاملها بمزاج قوي كمان فهتبقى لازيزة جدا هنطلع بقى فاصل هنرجع نعمل من بواء مبارح كده كنا عاملين ترايفل المانجو اللي طلعت خطيرة وناس كلها سألتني عليها وحطتها على صفحة تفضلوا عندنا من البواء دي هنعمل عصير مانجو لازيزة قوي نطلع فاصل نرجعتين موسيقى موسيقى يجعنا تاني بعد الفاصل قدمنا نهاردة البيبروني والبريوش وساندويتش الكريب الخضار هنعمل دلوقتي حتى افكر في اسم ممكن نسميه كريم كرامل المانجو مرشوب الكريم كرامل المانجو ليه بقى مش ملك الشيك المانجو مش هو يعني انا قلت دلوقتي نسميه كريم كرامل المانجو لو عرفنا نغير الاسم معرفناش خاص مش مهم انا هسميه مانجو بودرة كريم كرامل حبة لبن والبواء بتاعت مبارح لقيت ايه كانت معلقة اشتاعة على حليب مكسف محلة على كمان بودرة كريم كرامل على كريم شانتي وفي هنا معلقة زبادي ويناني هتخلي الطعم حلو برضو كل ده هيخليه لذيذ جدا اول حاجة حط اللبن اول حاجة عشان يبقى فيه سوايل مع المانجو يبقى لبن مانجو لبن حبة صغيرين قوي بودرة كريم كرامل هتخلي طعمه طحفة معلقة الزبادي اليوناني دي هتخلي فيه مزازة حلوة قوي مع السكر بس لو مش موجودة خلاص مع الخليط بقى بتاع انبارح اللي هو الكريم كرامل والكريم شانتي مع الحليب المكسف المحل مشروب يعني طعمه طحفة بس خليبالكو تقيل دسم شوي يلا خلصنا كده خلاص خلص الريحة فضيعة بمنجاية واحدة عملنا المشروب ده كله اعملوها بعويس أو تضيقة يعني ايه عشان تبقى المنجاية مسكرة تمام تمام كده طيب نشوف دي بردت ولا لا لو بردت هحشي بيها الكريم تشيز اللي بالتونة لسه ما بردتش أو يبصوا لازم تبرد خالص عشان ما يبقاش فيها بواقي ليه احنا خلصنا طب بصوا قبل ما نختم بها ويا شوية حاجات كده نعمل بها صلاة ماشي دورة وخيار مخلل حبة زاتون اغدر زعتر جرجير واحنا كده وانا بقطع لكم الجرجير ها نبتكر مع بعض يمو جمعة جاية فيه ان شاء الله كده ايه كايرو بايت 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 دا سي في العالمين الجديدة مسابقات هدايا هنتفرج على حاجات حلوة جدا انا وكل شفات صفرة هان شاء الله هيبقى فيه تصوير فيه اكلات جديدة ومختلفة وهتدوه اكلنا بقى لايف ماشي مستنياكوي يعني بصراحة بغير بقى ان اصلا ده هيبقى مهرجان اكل فكرة اكل كتير جدا كل الاكل اللي نفسكو فيه بس اعمالوا حسابكو بقى لمدة يومين كده ما تاكلوش اهو سلطة كده جرجير بالخضار والزاتون والخيار المخلل وحط عليها فوق الوش ايه معلقة كده كريم تشيز تطريها شوي ماشي اسراء 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 ازايك انت يا حبيبة قلبي عاملة ايه الحمدالله انا بخذك جدا حبيبتي وانا بموت فيك اخبارك ايه الحمدالله الحمدالله يا رب دايما اقول ليه يا عيسلاني على ايه بسرعة اه انا عايزة طريقة التوست اللي هو بسكر والقرف حاضر 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 الفرنش توست اه عملنا قريب ما تهيئة الفرنش توست بصوا بقي البيبروني ممكن احطه عالسلطة حاضر معلش انا ممكن بكرة اقول لك على الفرنش توست ده هو عايز لبن وبيض وقرفة وصكر وزبدة بس عشانا اقولولك يعني براحتي وده كان لو كان برت كنت اعملت به ساندويتش من بواقي الكريم تشيز بالتونة كده خلصنا خلصنا حلقة النهاردة عملنا النهاردة وصفات جميلة جدا من سانبتش الخضار عملنا كريم كراميل المنجا بطريقة حلوة قوي مشروب عملنا بريوش محشي فراخ بالكريمة والجبنة عملنا كمان نقنقة كده بيبروني محشية تونة بالكريم تشيز وكمان سلطة الجرجير بالدورة يا رب تكون حلقات كلها الحلقة النهاردة عجبتكم بالوصفات بتنسوش يوم 16 اغسطس يوم الجمعة جاية بايت بايت السي ان شاء الله في العالمين الجديدة باي باي اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة